إذن مشاهدين نحن نعود لنتابع هذه الصور الأولية للاستهداف الإسرائيلي لبناية قرب جسر الكولا في بيروت وهذه الصور تظهر أعمدة الدخان بعد هذا الاستهداف الإسرائيلي وأيضا حركة سيارات في الشارع العام هذا استهداف إسرائيلي قبل قليل لبناية قرب جسر الكولا في بيروت ويعتبر جسر الكولا من المعروف أنه خارج الضاحية الجنوبية لبيروت